حسنًا قد بعض يفهم هذا الحراج من الإلحاد مثل الموضوع مثل، مثل موضوع مثلية، لكن الحراج من أثر أن قمت به، موضوع الإلحاد مسابق أو غيره، في ظل المجتمع مسلمي. نعم، يعني موضوع الإلحاد هي موقات كما ذكرت، هؤلاء يحاولوا إذا هدموا الدين، استطاعوا أن يدخلوا كل شيء، ولذلك تجد الذين يدافعوا عن نسوية وعن النثلية الآن هم الذين أصابتهم يعني لوثة الإلحاد، لأنهم تم عزلهم عن الدين، فتقبلوا الأفكار هذه، وهذا أنا هنا يعني لا يمكن ربط يعني أو اعتبار هذا موضوع مختلف أو أنه ليس من من التخصص، لأن أنا أتحدث الآن إذا حافظت على هذه المجتمع بعيدا عن الإلحاد، ووقفت ضدي ذلك، وحاولت أن المجتمع المسلم، نعم مجتمع مسلم، لكن الشباب والأجيال محتاجين إلى ترصيخ للعقيدة، محتاجين في وقت سيطرت على أوقاتهم وعلى تنشئتهم وسائل التواصل والبرامج وغيرها، وبالتالي إن لم يكونوا متأصل العقيدة لديهم تأصيل سليم، فالشبهات التي يتلقوها ستؤثر على يعني ستكونوا مهزوزين بشكل بسيط، لأن هناك يتعرضوا لموقع كما ذكرت أسميها موقع يعني سادة ليست عمان، وإنما مختلف الدول الخليجية حقيقة للأسف الشديد مؤخرا، وبالتالي نحن نقول حقيقة والحمد لله إن تم صد تلك الموقع من خلال تلك المسابقة التي أقريناها، تشكل لدينا جنودا يدافع الآن، ويعني يحاول تنوير المجتمع ورد على تلك الشبهات، وبالإضافة صار هناك انتباه من قبل كثير من المشائخ وكثير من المختصين على إن ينبغي الحذر والمحافظة على القيم الدينية والعقيدة السوية، حتى يبقى هؤلاء لأنه كما ذكرت إذا أنا أستطعت ما يحمي هذا الشاب وهذه الفتاة هو الدين الإسلامي، هي يرتبط إذا ارتبط بدينه وبعقيدته لن يتأثر لا بنسوية ولا بشذوذ ولا بتاثيرات أخرى حرافية كان قبولا للخمور وقبولا للسلوكيات الأخرى، إذن أنا أقولها من هذا المنبر على إنه مسألة الإلحاد أو الوقوف في موقع الإلحاد، وستأتي موقعات، أنا أقول لك إياها ستأتي موقعات أخرى ويجب أن نقف لها بالمرصاد وأن لا نسمح بانتشارها، لأن حتى لو صاروا عدد معين أصيبوا بتلك اللوثة وكما رأيتم يعني ظهروا في المساحات وبأعداد يعني فوقئنا بها، وبعدها تم اختفت هذه من الأشياء الإيجابية جدا التي نبهتنا على أشياء كثيرة وقعلتنا يفترض أن نرجع لنؤصل العقيدة الإسلامية السوية والسليمة في نفوس أبنائنا في المناهج وفي المؤسسات التعليمية وفي المؤسسات التربوية المختلفة حتى نستطيع أن نحمي هذا القيل من أي تأثيرات خارجية التي كما ذكرت هدف منها خلخلة المنظومة القيم التي هي السياق الذي ينبغي المحافظة عليه وإذا ما حافظنا عليه ستبقى هويتنا الدينية العمانية المبنية على الشريعة الإسلامية الصمحة والسوية التي تقبل الآخر ولا يوجد فيها تطرف ولا تشدد هنا يكون فعلا حافظنا في وقت تهجم يعني أو الأجيال يتعرضوا لهجوم من مختلف الوسائل التي سبق وتحدثت عنها